إذن بداية أزدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات خلال الاجتماع الذي ترأسه بمجلس الوزراء أمس الأحد لعادة بعث مشروع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر باعتباره مؤسسة دولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزاً عالمياً هذا حسب ما أفد به بيان لرئاسة الجمهورية كما شدد على ضرورة إرساء صناعة سينما تغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثورة عن طريق أو ثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية فضلاً عن إدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالورية الفنية مستقبلاً